ألم يحلوا وقت لهؤلاء الجزائريين يعني للمصارحة للمكاشفة لفتح الأفاق لانتقال مثل الشعوب والتعلم من دروس الماضي دروس الثمانينات والتسعينات والدماء التي سالت لا يتعلمون لا يتعلمون إذا كان الاستعمار تلميذ غبي كما قال أحد الثوار يوما فإن الاستبداد تلميذ أغبة وأحمق لا يتعلمون لا يتعلمون أن هذا الضغط الشديد على الناس الضغط الرهيب على الناس انفجار الأسرة انفجار المدرسة 500 ألف تلميذ يخرج كل سنة ليس له أي حل شباب في كل مكان هايم شوارع مملوئة بالناس السريقات ستؤدي لانهيار البلاد أن هناك غضب داخل الجيش كما هناك غضب داخل الشرطة هناك غضب داخل الدرك هناك غضب داخل القضاة هناك غضب داخل طلبة داخل جميع غضب يكبر لو كان عندهم عقل ينفسوا هذا الوضع يذهبون ويتحدثون عن انتخابات الجميع يعرف أنها مزيفة وهم يعرفون وعترفون أنها مزيفة يدفعون الناس وبعدين يقول لك لأياد الخارجية الناس تشوف طيب انتم انتم وش عملتم انتم خلينا العالم كله ضدنا يعني كنجيتون تم تركيا حولها الأعداء من كل مكان لأسباب تاريخية وجغرافية كنجيتون تم روسيا الآن التي لها أيضا خصومات وغيرانها تقريبا بخصومات لو كنجيتون تم هذا البلد وذاك البلد ماذا ستفعلون الجزائر محاطة بأشقاء أكثرهم وضعهم أضعف بكثير الجزائر محاطة بدول بسيطة الجزائر ليس هناك خطر حقيقي الخطر الحقيقي اليوم هو الجماعة العصابة الحاكمة المتحكمة قهرا وقصرا خطر على الوطن خطر على الدولة خطر على الشعب خطر على الابتساد خطر على السياسة خطر على الاجتماع خطر على كل شيء لو كان يفكروا أو فيهم من يفكر هذا الوضع لن يستمر وإذا كنتم اشتريتم الناس لبضعة سنوات عندما كان البترول يسعد يسعد بلا توقف فإن البترول الآن ينهار وعندما لا ينهار يبقى في الخمسين دولار لا تستطعون لا تستطعون أن تشيروا بالسلم لا تستطعون أن تديروا الناس بالفوتبول كما كنتوا تخضروا الناس بالفوتبول لا تستطعون أن تخوفوا الناس بالسورية لأنكم أنتم أنتم الناس تراب لأنكم تدفعون لماذا؟ طيب لماذا هاي هوا السؤال البسيط إنما تقول لنا سوريا وليبيا لماذا؟ جيجيشنا والشرطة شرطتنا والبلاد بلادنا وأنتم حكامنا لماذا ما تقولوناش والله نجعلوكم كما سويسرا كما سويل يا سيدي خلونا من سويسرا وسويل جعلوكم كما ماليزيا كما تركيا خلينا من ماليزيا وتركيا نجعلوكم كما رواندا هل تعلم أن اليوم رواندا وعاصمتها كيغالي واحدة من أكثر الدول تطورا في إفريقيا هل تعلم أن كيغالي واحدة من أنظف العواصم لا أقول في إفريقيا وإنما في العالم هل تعلم أن كيغالي هذه دخلت في حرب أهلية مات فيها أكثر من مليون شخص خلقوا حرب بين الهوتو والتوتسي في التسعينات والفرنسيين هم المتورطين فيها أساسا هم هو البلجيك كيف لرواندا البسيطة الصغيرة المعزولة في إدغالي إفريقيا أن تصبح كذلك والجزائر شبه القارة بكل ما لديها ممكانيات وبكل ما لديها من تاريخ وبكل ما لديها من موقع جغرافي وبكل ما لديها تصبح مقزمة صغيرة بسيطة لا يأخذ لها رأي في أحد القضايا المحيطة بنا بإمكانيات